السلام عليكم أبنائي طلبات وطلبات الصف الرابع إن شاء الله مع بعض ناخد sample test 2 اللي هو الاختبار الثاني من المحافظات للصف الرابع الابتدائي في كراسة المعاصر السؤال الأول listen and write T true or F false اللي جابة لو صحيحة أكتب T لو خاطئة أكتب F في تحت حرف F طبعاً دا أسأل استماع يعني معايا نموذج استماع أقول Mary works at the super market near her house يعني Mary بتعمل في super market بجوار منزلها My family and I see her every week أنا وعائلتي نراها كل أسبوع When we buy food عندما نشترطها She checks that the food is fresh نعم بتفحص الطعام تجدوه جيداً يعني الطعام الطازق الجيد بتفحصه حتى إذا كان مثلاً خلصت الصلاحية بتاعته بتشيله من السوبر ماركت She helps me بتساعدني when I can't find something عندما لا أجد شيء أنما She is very kind and helpful هي عطوفة ومتعاولة نحل بقى السؤال السؤال الأول Mary works at the shopping mall shopping mall اللي هو مول كبير طبعاً عنده في الكتعة اللي اسمعناها قلنا Mary works at the super market يبقى إجابة خطائم F Mary checks the food is fresh بتفحص الطعام الطازق طبعاً the true Mary is unkind غير عطوفة الكلام دخطت لأن Mary is a kind girl and helpful يبقى هنا false Mary works near the house بتعمل قريبة من منزلها إجابة صحيحة يبقى هنا T true السؤال الثاني تقرأ read and complete the text which is the words in the books جبلي desert الصحراء rain أمطار أو يمتر rivers أنهار seed بذرة في البيئات الزراعية الفلاحون يزرعون الطعام لنأكله النبات القريب من الأنهار والبحيرات يحتاج إلى الكثير من الماء يبقى plantes near the rivers القريب من الأنهار يبقى هنا rivers and lakes need a lot of water plants that live in the north don't need a lot of water يبقى النباتات التي تعيش في الصحراء في الصحراء لا تحتاج إلى الماء الكثير يبقى الصحراء هنا desert ومكتب في نمبر 2 desert don't need a lot of water there is not much not in the desert لا يوجد الكثير من الأمطار هنا نمبر 3 doesn't isn't much or rain in the desert so we can find an acacia plant and tamarisk وacacia و tamarisk من النباتات البيئات الصحراوية read and match سؤال اللي بعد كده توصيل read and match tomatoes are green الطماطم لونها أحمر طبعا before they are red قبل أن تكون حمر لونها أخضر قبل أن تكون لونها أحمر قبل الطماطم ما تستوي وتبقى جاهزة للأكل بتبقى لونها أخضر بعد ذلك هتتحول إلى اللون الأحمر اكتب هنا one I love to sit أنا أحب أن أجلس in the balcony في البالكونة number two a mechanic اللي هو الميكانيكي fixes the cars هو الذي يكون بتصليح السيارات بقى number three a blummer اللي هو السباك connects بيوصل the pipes and faucets اللي هي الأنابيب أو المواسير والحنفيات أو الصنابير بقى number four question number four معايا قطعة read the text and answer the questions I want to be a teacher أريد أن أكون معلما for me the teacher's job is the best in the world مهنة المعلم هي أفضل مهنة في العالم for a teacher every day is different بالنسبة للمعلم كل يوم هو يوم مختلف يبقى ييجي يقولك ليه the teacher's job is the best in the world لمهنة المعلم هي الأفضل في العالم تقول because for a teacher every day is different كل يوم مختلف students always ask surprising questions التلاميذ متعودين طبعا دائما ask surprising questions أسئلة مدهشة طبعا طالما أسئلة مدهشة teachers need to think quickly المعلم يحتاج أن يفكر بسرعة they need to encourage their students يحتاج أن هو encourage يشجع their students تلاميذ they need to be very patient يحتاج أن يكون صبورا they work for many hours every day ذي لهم المعلمين بيعملوا many hours ساعة طويلة every day يوميا it's hard work مهنة صعبة but it's exciting ولكنها مثيرة a teacher can change their students المعلم يستطيع أن يغير حياة تلاميذ teachers teach their students المعلم يعلم تلاميذ but students also ولكن التلاميذ أيضا teach their teachers يعلموا معلميهم نحل أسئلة القطعة choose the correct answer from A, B, C, or D the text is about the number job من خلق قرأتنا القطعة يا أولاد دلوقتي إلينا القطعة بتتكلم عن doctor's job or teacher's job or engineer's job or farmer's job الدكتور أو المعلم أو المهندس أو الفلاح طبعا إن خلق القطعة أعرف أنها teacher's job بتتكلم عن وظيفة المعلم teachers need to be very A المدرس يحتاج أن يكون nervous عصبي patient صبور unkind غير عطف ولا أقلي قبيع طبعا المعلم يحتاج أن يكون very patient صبورا جدا سؤالة بعد كده why is the job لماذا هذه الوظيفة of the teacher the best ليه الوظيفة بالنسبة للمعلم هي الأفضل الإجابة موجودة في القطعة نقول because for a teacher every day is different لأن كل يوم مختلف وممكن أكمل all students always ask surprising questions يبقى الإجابة دية هي إجابة السؤال الثالث يبقى for a teacher every day is different أكتبا هنا I will be cause for a teacher every day كل يوم كل يوم different كل يوم مختلف سؤال الرابع who can change the student's lives من الذي يستطيع أن يغير حياة التلميذ طبعا هما the teachers يبقى teachers يبقى teachers can use the correct answer اختر الإجابة الصحيحة from a, b, c, or d number one our house isn't our house is not there in the village يبقى بيقارم منزله بجميع المنازل الموجودة في الكورية وجب قبلها هذا ينفع أقول the big طبعا ما تنفعش the bigger bigger محتاجة than بعدها لعشان أقارم بين حكتين أما هنا بيقارم his house and all houses in the village as big لازين بعدها as biggest هي اللي بتيجي مع the biggest الأكبر in the village يبقى our house isn't the biggest هو ليس الأكبر in the village يبقى اختار biggest she did hear him work again عملت وقبها مرة أخرى احنا وحنا بنشرح أن الفعل لما حط قبل ري يبقى معناها يعادة الفعل مرة أخرى يبقى مثلا do يبقى redo did redid play replay write rewrite read reread يبقى حط re عشان تبقى عادة الفعل مرة أخرى re ويبقى عادته she did did here homework again يبقى معناها she it عن did يبقى redid ما تجيبش rebented ولا remade ولا rewashed لأنها عند الفعل did عملت واجبها she redid again عملته مرة أخرى يبقى redid بتساوي did again يبقى كلمة redid بتساوي did again redid بتساوي did it again did it again يعني عملوا مرة أخرى زين lives in نقاط نكستو زنايل إيه لا تبقى بجوار النهر sea نكستو زنايل village كريا بجوار النهر desert سحراء lake بحيرة بقى زين lives in a desert in a village next to the nile maggie works at the supermarket بتعمل supermarket she checks the food is the food happy saeed ولا angry غطبان ولا fresh tozak ولا kind atof she checks the food is fresh tozak so il bank tuition bank twitter the following they are dangerous aren't they علي sa kadelik they are dangerous وقت capital letter they they are aposotrof r e dangerous خطير وما على السط aren't they aren't ليس كذلك they وقت شام mark في الاخر عشان aren't they وما عند هنا one capital apostrof we question mark شؤال السابع write a paragraph of four sentences of eighteen words using the following guiding elements على your apartment يعني my apartment الأول where do you live جايب لي هو بقى guiding questions أسئلة الجوابة تبقى 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 عملتك البراكراف where do you live أبدأ قول I live in a small apartment في شقة صغيرة for stop which is your favorite room أقول له my my favorite room is the living room حقرة المعيشة for stop هنا رازيو الابارتمنت هذا بالكني يبقى أقول my apartment has a balcony full stop does your apartment have one or two bathrooms it has one bathroom في حمام واحد who do you live with بتشمع مين تقول I live with my family مع عائلتي in our apartment في شقة نا كده خلصنا test 2 إن شاء الله في الفيديو القانون اخر test 3 أرجو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر